موسيقى صباح الخير غادة لك والجميع متابعي برنامج دنيا الدنيا كما عودتكم دوما كاميرا دنيا الدنيا الميدانية حاضر يوميا في مختلف المحافظات حقيقة موجودين الآن في غابة اليوبيل وهي التي تنتد على مساحة أربع آلاف دنوم من الأشجار الحرجية هذه الغابة هي المتنفس الطبيعي الوحيد والغابة الشجرية الوحيدة في محافظة الكرك إلى جانب أن هذه الغابة تستقطع مئات بالألاف الزوار من المواطنين ومتنزهين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع والاستجمام وقضاء بها أجمل الأوقات حقيقة هذه الغابة هي من أهم الغابات في الجنوب وهي غابة شجرية كثيفة إلا أنها في الآن الأخيرة شهدت تراجع وقلة في أعداد الزوار نتيجة عدة عوامل هذه العوامل من أهمها افتقاره للمرافق العامة ودورات المياه إلى جانب طريق الوحيد المؤدي لها تم صيان بعض الأجزاء منه بعد تقارير لرؤية إلا أن جزء الآخر منه ما زال وهو في بداية الغابة ما زال متهالكا إضافة إلى ذلك هناك أيضا تراكم لنفايات بعض أجزاء من الغابة أيضا هناك مشكلة بالنسبة لموضوع إنارة هو انعدام الإنارة في هذه الغابة إلى جانبي مشاكل عدة من أهمها حاجة هذه الأشجار المعمرة والتي تبلغ مئات السنين إلى الاهتمام أكثر ومزيد من الاهتمام قبل وزارة الزراعة وهناك أيضا مشكلة طرحها بعض الشباب هو حاجتهم وطلبهم من وزارة الزراعة طرح لهم عطاءات أو موافقة على إقامتهم بعض الأكشاك وأكشاك القهوة وأكشاك المطاعم هنا لتخفيف نسبة البطالة وأيضا توفير خدمات في هذه المنطقة حقيقة الآن سينضمئينا ولأنه معنا موضوعين حول هذه الغابة سيضمئنا بداية عطوفة مدير زراعة محافظة الكرك المهندس خالد الصرايرة صباح الخير مهندس صباح الخير أسعد الله صباحكم مهندس جهودك مباركة دائما والله أعطيكم الفعافية لكن مهندس عندما نتحدث عن أهم الغابات في محافظة الكرك وفي الجنوب بالمقارنة بالمساحة ومقارنة بالمساحات الخضراء يعني هذه الغابة تفتقر لعديد من الأمور من أهمها المرافق العامة والمرافق الصحية ودورات المياه يعني ما تعليقوا مع هذا الموضوع وتحدثنا عن أهمية هذا الغابة بالنسبة لك وزار زراعة بسم الله الرحمن الرحيم هذا الغابة من الغابات القديمة جدا في محافظة الكرك وهي أهميتها في موقعها في إطلالتها على قرعة الكرك وعلى سيل الكرك فموقعها المتميز يعطيها أهمية إثنين قربها في وسط الكرك بجيها كثير من الناس والمتنزهين خاصة في نهاية الأسبوع عندما نتحدث أن هذه الغابة هي قبلة وجهة أهالي محافظة الكرك لقضاء عطرة نهاية الأسبوع والاستمتاع بطبيعة الخلابة وهوائها العليل لكنها تفتقر لخدمات عدة من أهمها نتحدث عن خدمات العامة المرافق العامة نتحدث عن دورات المياه يعني ما ردكم هذا الموضوع وهل هناك خطة من وزار الزراعة لإنهاء هذه المشكلة لأنها مشكلة بصراحة مهمة جدا يعني إن شاء الله حقيقة في عندنا مشروع بالتعاون والشراكة مع البيئة تم تخصيص خمسين دنم لإقامة فيه مرافق صحية ووحدات وماكن جلوس إن شاء الله المبلغ حوالي خمسين ألف منحة من شركة البوتاس إن شاء الله والمشروع قريبا إن شاء الله مت رح يتنفذ وشو رح يتنفذ والله مشروع دراسته جاهزي وإن شاء الله نتأمل أنه بداية العام أنه يرى النور إن شاء الله أيضا مهندسنا نتحدث عن مشكلة يعني الإنارة في هذه المنطقة يعني أنت شايف المنطقة هاي بعد ساعات الظهر أو العصر خلص الناس بروح ولأنه فيش فيها أي نارة وبصير منطقة يعني خالية على عروشها فهل مشكلة الإنارة أيضا سيكون لحل قريب بتزاون مع مشكلة المرافق الصحية؟ يا سيدي إحنا الخط الكهرباء موجود نتأمل من إخواننا الشركاء فالغابة دائما إلها الشركاء المجتمع المحلي الكهرباء البيئة الأشغال كل الناس شركاء مجلس المحافظة نتأمل من الإخوان أنهم خط الكهرباء موجود ونمساعدون في عملية صار تواصل بينك ومنس المحافظة بهذا السياق؟ طبعا إحنا دائما منسول في ضمن الأولويات يعني منحط دائما نطلب فيه أولويات لكن تعرف الأولويات إلها مثلا منتقول فيه إلها دراسية إلها كذا نتأمل يعني هي مش بحاجة لكثير يعني عبارة على خط الكهرباء موجود بس لمبات كما منتأمل من إخواننا في الأشغال تكملت الطريق بجوز بقي حوالي 2 كيلو وكمان إخواننا في البلدين نتأمل دائما هم وما بقصروا غالبا يعني كلها الجهات بس نتأمل يعني المتابعة خصوصا مثلا عملية النظافة أحيانا في نهاية الأسبوع بصير فيه كثرة واليوم أنا ما شاء الله بشوف يعني طبعا إحنا من خلال حملات النخوة اللي تمت في الكرك تم في الغابة حوالي أربع مرات تقريبا ويعني أنا اليوم فعلا بطل الوضع يعني ما شاء الله جيد إجمالا وأخونا رئيس البلدية بما كان عليه بس كجيد حاليا لا يعني بالنسبة للمرات في حسب عدد الزوار طبعا إحنا هي الرسالة من الأخوان كل الجهات هي هي الرسالة من الأخوان الغابة الغابة دائما منطقها شراكي مع كل الجهات المتنزه نفسه كمان إحنا أنت شايف فيه حاويات فيه كذا يعني المفروض أنك بس يتخلص بعدين هاي الشجرة إليك تحافظ عليها كمان النار تطفيها الزبال يحطها في كيس وهي فيه الحاويات موجودة هي عملية بتبدأ يعني ثقافة من ثقافة الناس واندس حتى يعني نضع الحلول أمام من المواطن بدأ عودة إلى موضوع اللي تحدثنا عنه في البداية وهو موضوع المرافق العامة حكيت فيه عطاء رح يطرح قريبا بقيمة خمسين ألف بالتعاون بينك وبين أحد الشركات الخاصة هذا العطاء متى سير النور؟ والله قلت لك العطاء الآن دراسي وانا من خلال التصالي مع مدير البيئة ان شاء الله جاهز دراسته وانه سيتم عطاءه يعني قريبا إن شاء الله وإحنا كنا بشوق لهذا العطاء من زمان ننتظره يعني احنا بالنسبة لينا أول شيء يضيف قيمة جمالية للموقع اثنين ممكن نصير فيه مصفات فيه وحدات صحية مقاعد جلوس هل تناقشت بهذا الموضوع مع مجلس المحافظة؟ ماهوه هو التمويل هنا مش من مجلس المحافظة التبرع جاي من شركة البوتاس عارفت؟ واحنا سبق 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 احنا دائما منحط أولويات مشاريع عارفت؟ لكن الموافقة تتم حسب الأولويات شكرا وإحنا دائما من طالب عرفت ونتأمل إن شاء الله شكرا نزيل لك مهندس خارد مدير زراعة محافظة الكرك الآن نضم إينا عطوفة نائب رئيس بردية الكرك كبرى السيد بسام الجعافري أستاذ بسام صباح الخير صباح الخير أستاذ بسام خير سيدي أستاذ بسام نتحدث اليوم عن هذه الغابات زي ما تفضل مدير الزراعة لازم تكون فيه شراكة نتحدث أولا عن مشكلة النظافة حقيقة مشكلة النظافة هناك تراكم كبير لنفايات في هذه الغابة بين الحيوان آخر نرحض هذه هي المشكلة يعني البردية تقوم أحيانا بحملات لكن خنقول أسبوعية وهذه لا تكفي هل سيكون هناك حملات دورية أو وجود سيارة نفايات موجودة دائما وبشكل دائم وما ردكم على موضوع نفاية أول شي صباح الخير سيدي ثاني إشي عندنا إحنا حملات نظافة دائما باستمرار من بلدية الكرك وتوجهات من سعادة رئيس بلدية الكرك الآن إحنا عندنا دورة دائما مستقل يعني بنكون نشتغل كبلدية للبلدية بتنظيف كامل من الحاويات من حاويات تنظيف كامل عندنا كوادر دائما باستمرار بالحملة هاي كاملة للمجمع الموجود عندنا هون النفايات يعني لكن نتحدث بصراحة أستاذ بسام أنه حملات البردية في الأول الأخيرة قال المواطنين أنها ما بتكفي هل راح يكون فيه سيارة دائمة هل راح يكون فيه اجتماع لكم بحيث تخصوا هون يعني سيارة أو تخصوا ضغطة أو تخصوا أماكن تجميع النفايات لأنه أغلب المشكلة هاي وجود الحاويات قليلة يعني عندنا إحنا سيارة اللي هي الكابسات بتيجي في الأسبوع مرتين بحملة كاملة يوميا في الأسبوع مرتين تيجي بتحمل نفايات موجودة داخل الغابة اليوبيل هل راح تزيدوا هذا الشيء؟ إن شاء الله يعني متى؟ خلال الفترة الجاي راح تكون هناك عندنا حملة باستمرار بالتنظيف الموقع كامل يعني راح يجي معكم فريق رؤية نلاقيكم دائما موجودين إحنا في شغلة ثانية عندنا إحنا يعني مع مجلس المحافظة عندنا حوالي ما يقارب خمسين دولم من منحة من جلالة الملك مشان نعمل حدائق موجودة في اليوبيل إن شاء الله طيب بنتحدث عن موضوع الطريق إحنا بنعرف أنه الطريق هو مسوي تشغال لكن هل يعني كونوا يعني إذا بنتحدث عن بردية ودورها التنموي في المنطقة لو اعتبرناه كطريق فرعي يخدم أهالي محافظة الكرك هل كبلادي ممكن تقوم بصيانته كدعم من كل هذه الغابة يعني لأنه إذا بننتظر عطاءات يعني أكيد راح يكون الوقت متأخر إحنا الآن نتأمل إنه إحنا نعمل يعني الشوارع الموجودة داخل قصبة الكرك بقصبة الكرك وإذا بيزيد عنا من العطاءات إنه إحنا ننسوي الشارع ما عنا مشكلين شكرا زين لك سيد بسام الجعافرناب رئيس بديث الكرك كبرى نعم غادة حقيقة قبل أن نتحدث عن التلوث وعن الضوضاء ونتحدث عن الصخب في المدن علينا أن نهتم بهذه الرقع الخضراء وعلينا أيضا أن نهتم ونولي اهتمام بهذه الرئاء الخضراء الموجودة في محافظة الكرك حقيقة هذه المناطق بحاجة ماسة إلى الاهتمام وهنا نتحدث عن دور المواطن والذي يتنزه ونتحدث أيضا عن دور وزارة الزراعة في هذا السياق حقيقة يعني يجب علينا اهتمام بها بالشكل أكبر من قبل الطرفين وبهذه التشاركية لنجعلها دوما عنوانا دائما للحياة هذا كل ملدي من غابات اليوبية الشمال المحافظة الكرك أنقل لكم الكلمة في استوديو دنيا دنيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر